أولا المشتريات Purchases في موضوع المشتريات لدينا مجموعة من النقاط سوف نتناولها كل عنصر على حدة نتناول بداية طريقة الشراء Method of Purchasing في رقم اثنين بنتناول ما يسمى بمردودات ومسموحات المشتريات Purchase Returns and Allowances مصرفات نقل المشتريات Transportation in or Freight in Expenses الخصم على المشتريات لPurchase Discount تحديد صافي المشتريات Net Purchases وتحديد تكلفة البضاعة المباعة أو ما تسمى بتكلفة المبيعات Cost of Goods Sold نبدأ أولا بطريقة الشراء البضاعة يمكن الحصول عليها نقدا أو بالأجل ألف المشتريات النقدية Cash Purchases في هذه الحالة فإن المشتريات مصروف والمصروف مدين وعند نشأته ينشأ أيضا مدين ويكون الطرف الآخر هو الصندوق أو البنك إذن من حساب المشتريات مدين بمبلغ افتراضي وليكن مثلا ستة آلاف افتراضا المشتريات تنشأ مدينة لأنها مصروف إلى حساب الصندوق أو البنك أو حساب النقدية أيضا بنفس المبلغ افتراضا ستة آلاف اثبات شراء بضاعة نقدا يوم واحد واحد الاحتمال الآخر أن يتم الشراء بالأجل والذي يسمى بالمشتريات الأجلة Credit Purchases في هذه الحالة فإن المشتريات أيضا تكون مدينة وليكن مثلا افتراضا بمبلغ خمسة آلاف ويكون الطرف الآخر هم الدائنون إلى حساب الدائنين بالمبلغ اللي هو الخمس تلاف اثبات شراء بضاعة بالأجل يوم خمسة واحد نلاحظ أيضا أن المشتريات مدينة طبعا في تاريخ لاحق نقوم بالسداد للدائنين فيصبح الدائنين في الطرف المدين والنقدية التي هي الصندوق أو البنك تصبح هي الطرف الدائن الأمر الهام هنا أننا نلاحظ أن المشتريات في كل الحالتين مدينة لأنها مصروف والمصروف ينشأ مدين إذن نؤكد على هذه الملحوظة نلاحظ أن المشتريات تكون دائما مدينة لأنها مصروف وكذلك إذا قمنا بفتح حساب المشتريات في دفتر الأستاذ ثم قمنا بترصيده لا بد أن يكون رصيده أيضا مدين لأنه يمثل مصروف ترجمة نانسي قنقر